بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المديدة أعرب وزير الداخلية في البرقية عن خالص التهاني بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المديدة مشيرا إلى أن الاحتفال يأتي تخليدا لذكرى النضال الوطني عندما وقف الجيش مجددا العهد على حماية الوطن وصون مقدراته ومن خلفه شعب عظيم في ملحمة فريدة مثلت نقطة تحول كبرى في تاريخ العالم الحديث ومنطلقا لإعلاء مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخا لحق الشعوب في تقرير مصيرها كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حيث أعرب في البرقية عن أصدق التهاني وأسمى الأماني بدوام توفيق والسداد مشيرا إلى أن تلك الثورة دسدت أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان مشيرا إلى أن الاحتفال يأتي ليؤكد العزم على مؤصلة العطاء والفداء في سبيل صناعة مستقبل مشرق لمصرنا الغالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر